عشان كده نقول انه من رحمة ربنا انه الانسان لم يغب عن الله في اي زمان لحظة واحدة الله دايما يفكر في الانسان صحيح الانسان عاص الله وبعت واخطأ لكن ازاي ربنا عمال يفكر او فكر وحسم الموضوع منذ البداية ازاي هيخلص الانسان يعني في فكرة الله الانسان دايما موجود كيف يرد ايضا مرة اخرى الى ردبته ومن هنا جاء تجسد المسيح في ملء الزمان جاء لخلاصنا في ملء الزمان لدرجة انه الاباء يقولوا مباركة هي الخطيئة التي اعطتنا المسيح وسط العالم وسط البشر نحن نطوب هذا العيد ونعتبر هذا العيد من نقول عليه بكر الاعياد لانه فتح لنا باب استرداد نعمتنا المفقودة النعمة المفقودة نستردها مرة اخرى واعطى لكل الانسان الحرية في انه يستردها او يرفضها لكن هناك شروط عشان الانسان يسترد هذه الحرية ويسترد هذه النعمة المفقودة شروط محطوطة اولا ينبغي ان يكون لنا القلب المنصحق كما انصحق المسيح على الصليم وانصحق في ميلاده ولده في مزدد للابقار ومزدد للحيوانات كذلك ينبغي ان نقبل زبيحة المسيح بالقلب منصحق الانسان المتعالي ومتكبر مرفوض من الله ولا يمكن ان ينال الخلاص لانه حاسب نفسه افضل من كل شيء وهو دي الخطيئة التي اسقطت ادم وحواء الكبرياء اراد ان يصير مثل الله لكن عندما ينصحق الانسان يرجع الى حياة المسكنة والاعتماد على الله التي كان يحيى بها في فردوس الارضي فينال الفردوس السمائي فاول شرط انه يكون له قلب منصحق ثم كان يكون له ايمان بسيط وده يظهر في المثل اللي قاله السيد المسيح بتاع الفردوس والعشار مثل جميل جدا الفرق بين الاتنين ايه انه كان الفردوس متعالي ومتكبر والعشار منصحق الفردوس يقول انا بصوم مرتين في الاسبوع وعشر اموالي وصلي الصلوات معلش حاجة بينما العشار حتوش في الارض منصحق في قلبه منصحق وايمان ان خلاص المسيح سيأتي له المسيح قال لهم الحق اقول لكم ان هذا خرج مبررا دون زاك فهذا البرر لا يمكن ان يناله الانسان بدم المسيح الا عندما ينفتح قلبه ببساطة للإيمان به وعندما يكون بالتضاع يقبل للمسيح شرط ثالث هو الاحساس بالحاجة لهذا الخلاص لما اقول انا عندي البرر وعندي كل الكمال ولا احتاج لأحد ولا احتاج لخلاص المسيح بنسميه البرر الذاتي الذي لا يمكن الانسان ينال فيه الخلاص لكن احساس بالحاجة للخلاص واحساس بالحاجة للفداء وان انا عايز خلاص المسيح يأتي الي ده المسيح يسرع الي كل باب مفتوح المسيح يطرق هذا الباب ويدخل ويتعش معه فينال البيت كله الخلاص وده اللي حصل في مرات عديدة في تجسد المسيح على الارض دخل بيوت كتيرا ترجمة نانسي قنقر